الزملاء بدأوا يتكلموا في ملفات أخرى بحسب ما أنت حتى بتتكلم بأنه دي مش خسارة 3 نقاط ده هناك مقدمات كانت موجودة لفترة اللي فاتت من أداء الإدارة من التعاقد مع اللاعبين من فتح ملفات بشكل خاطئ كل ده أدى إلى الخسارة والنتيجة اللي خسر بيها الأهلي فهل شايف أنه ده تصيد للأخطاء زي ما بتقول زي ما اعتبروا الإعلام الأهلاوي ولا هي فعلا مقدمات أدت إلى الخسارة دي أنت شايف إيه؟ أنت شايف إيه؟ أنت كابتن الأهلي لأ وأنت راجل إعلامي مش هو أنت بتقول الزملاء الإعلاميين بعض الزملاء اتكلموا بعض الزملاء هل أنا مستني خسارة مطش هل أنا مثلا المشاكل دي من وجهة نظرهم أنا لسه شايفها بعد المطش ولا أنا أصلا شايفها بقالي فترة بس أنا مش عارف أتكلم هو الفكرة مين بيتكلموا إيه الهدف أنت لست بعارف الكلام طالع من مين وهدفه إيه أنا ما بشككش في أي أنا بالمناسبة مش متابع قوي اللي بتقال دي تو دي يعني أنا بالنسبة لي آه ممكن يحصل بعد المطش بيوم بقرأ إنما غير كده ما بقاش مركز قوي يعني بس إنما لأ أنت دلوقتي بقيت عايش في وقع الوقع بقى فيه تعصب غير طبيعي وبقى فيه عدم وجود الجمهور والسوشيال ميديا وتأثيرها الشديد جدا على كل القطاعات وكل الإعلاميين وعلى المسؤولين وعلى كل حاجة فبقى بالنسبة لك الحرب بقيت أنت حاسس بيها قوي لأن أنت بتشوفها كل يوم بس فده بيخلي إنه لازم بعد أي خسارة الموضوع مش هيهدى أو هلازم يبقى فيه توابع وأوما بيحصل خسارة بتبتيري أنت بقى كل الملفات اللي أنت مستنيها عايز تفتحها تبتيري تتناقش فيها إنما في الآخر أنا راجل فني راجل كاروي يعني بالنسبة لما أجي ببص الموضوع وأنا متأكد إن اللعيب في فرقة والمسؤولين بيبصوا الموضوع كإجمال يعني وكبتصيد كال حاجة زي كده النهاردة إن أنت بتتكلم إنت في الآخر متصدر إنت متصدر وإنت بتحسيني على مطش كإنه أخفاق موسم فالكلام ده كله هو ممكن يكون بيتقال حوالينا بس هل هيأثر فينا ولا أتمنى أنه أنا هكلمك في الليتقال من البعض بعد الخسارة باعتباره إنه ده سبب الخسار مش بس ثلاث نقاط إنه كل حاجة مقدمات للنتيجة دي لكن كمان شوية لما ندخل بغض النظر كنت شفت الليتقال ولا ما شفتوش لكن فنياً ليه الأهل يخسر المطش هل بايلر هو السبب؟ هل التشكيلة هي السبب؟ هل الزمالك أجهز؟ هل الإصابات هي السبب؟ شفتها إزاي؟ لا هو وارد وفي حالة فرقة بتبقى اليوم ده بتبقى أحسن من فرقة تانية فوارد التباهية دي العنصر الحاسن لأن في الآخر ومش بس بالنسبة للمطش ده المطشات الزمالك عمتاً كل المقدمات اللي قبل المطش مش مبرر خالص أو مش دليل على يحصل في ناتيجة البنش إحنا في سنين كنا إحنا خسرانين دوريوكاس وخرجنا من كونفدراليا وروحنا لعبنا السوفر وكسبنا ثلاثة اثنين فأنت بالنسبة لك هي الحالة النهاردة حالتك عامل إزاي؟ تركيزك عامل إزاي؟ ممكن دوافعك عامل إزاي؟ فدي ممكن تبقى لها هي تعمل الفرق